من تونس ينضم إلينا مراسل الغد بلال مبروك أهلا بلال يعني أولا كيف تلقت الأحزاب التونسية هذه التركيبة التي هي بعيدة تماما عن المحاصص هي حكومة كفاءات أو حكومة مستقلة كما أفاد هشامة لمشيشي وكيف بدأ الشارع التونسية بلال نعم تحية لك محمد يعني الأحزاب السياسية في ردود فعلها تقريبا حزب سياسي وحيد أعلن دعمه المطلق لهذه الحكومة وهو حزب حركة الشعب وأوكل مهمة مراجعة ربما بعض التسميات ومراجعة الموقف حيال البرنامج لمكتبه السياسي أيضا حزب قلب تونس في موقف لافت عن طريق رئيس كتلاتيهي اليوم في تصريح ذاعي قال أن هذه الحكومة سيدعمها حزب قلب تونس هنا حكومة للضرورة وأي حكومة تطيح أو تبعد الفخفاخ عن المشهد السياسي سيدعمها حزب قلب تونس هذا بطبيعة الحالة التعبير والتصريح لرئيس الكتلة حزب حركة النهضة يبدو مرتبكا كما كان متوقعا سيعقد مؤتمراته لمجلس الشورى ثم يبلور الموقف النهائي والحاسم من هذه الحكومة هناك حديث عن وجود طيران داخل هذا الحزب طيار يدعم هذه الحكومة لأن حكومة الضرورة وهناك طيار متصلب يذهب نحو عدم التصويت لهذه الحكومة ولكن هناك ترجحات بين حزب حركة النهضة سيصوت لهذه الحكومة خليل البرعومي وهو عضو مكتل تنفيذي لهذا الحزب انتقد بشدة تعيين أو تسمية الوزيرة للداخلية الجديد وقال أن هذا الوزير هو مملى رأسا من رئيس الجمهورية وبالتالي يمكن أن نفهم تحفظات حزب حركة النهضة من هذه الحكومة إلى ذلك حزب الطيارة الديمقراطية كما ذكرت زميلي في الخبر وإتلاف الكرمة هما يعني معارضان لهذه الحكومة حزب الدستوري الحر من المرجع أنه سيصوت لهذه الحكومة بوصفها حكومة مستقلة تامة ولا وجود لأي وقالت عبيل موسي هذه الكلمات يا بلال حتى مقرب حتى من بعيد من حزب حركة النهضة طيب إذا كان هذا هو التباين ربما إن صحت الكلمة بين مواقف الأحزاب الشارع كيف يبدو يا بلال أولا هذه الحكومة أمامها تحديات أمنية واقتصادية تحديات في المعيشة وأيضا الأمن عبر الحدود هل يرى الشارع أنها محط ثقة أمام كل هذه التحديات نعم محمد حتى نكون دقيقين في الحقيقة أن الشارع كلا ومل وبدأ يفقد الثقة في الطبقة السياسية برمتها ولكن ما يبدو مطمئنا للشارع أن هذه الحكومة معظمها من شخصيات مستقلة وشخصيات تكنوكرات وشخصيات إدارية بالأساس وكلها خريجة الإدارة التونسية والإدارات التونسية بمختلف أصنافها وأشكالها ما يستبد بالشارع هو تغييرات أو ربما حلول اقتصادية واجتماعية جذرية وواضحة هذا ربما ما يستبد بالشارع يمكننا القول بأن الشارع يبارك ما حدث يبارك ربما أن هذه الحكومة ستكون مستقلة ولكن ينتظر هو ربما لن يعطي سكا على بيض ينتظر ما ستقدمه هذه الحكومة هشام المشيشي يتحدث ويتعهد أمام رئيس الجمهورية أن هذه الحكومة ستكون حكومة اقتصادية بالأساس وجمع ثلاث وزارات ذات طبع اقتصادي في قطب اقتصادي واحد يعني وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة ووزارة التنمية والاستثمار في وزارة واحدة ما يعني أن هذا القطب الاقتصادي سيكون هو المهمة الأكبر ربما إذا ما مرت هذه الحكومة على السعيد الأمني أيضا زميلي محمد عطفا على الجزء الثاني من سؤالك على السعيد الأمني أيضا هناك مطالبات بتحييد المؤسسات الأمنية على الحزاب السياسية وأن ربما لأن استحققت كثيرا كان ذلك الحدود وحتى في تونس الداخل التونسي هناك تفشي فيما يسمى بالجريمة وجرائم الحق العام وبالتالي الجميع يطالب بأن يد القانون ستكون قوية ويجب أن تكون قوية كما وعد رئيس التونسي في حملة انتخابية وفي خطاب تنصيبه محمد الخوف كل الخوف يا بلال إذا ما عرقل عمل هذه الحكومة بعد تمريرها في البرلمان على حال شكرا جزيلا بلال مبروك مراسل الغد من تونس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة